تشهد بعض العواصم كما تراقب حراك جماهيري منادي بوقف هذه الحرب المجنونة التي تواصلها إسرائيل بحق أبنائه شعبنا الفلسطيني بداية كيف ترقب هذا الحراك؟ لا شك أن هناك ثلاث أو أربع مواقف دولية باتجاه ما يحدث من الحرب إسرائيل البشعة والإجراء من الإسرائيل اتجاه قطاع غزة الفكرة الأولى هناك استقطاب دولي ما بين موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وموقف آخر موقف الصين وموقف روسيا وموقف عتد من الدول الأوروبية وهي إلى حد ما وموقفها داعم للقضية الفلسطينية وضمير الإنساني وقف الإجرام وإستخاذ المساعدات هذا الموقفين يعتبد على استقطاب دولي قطبين بالإضافة لذلك هناك الموقف القانوني الدولي والموقف القانوني الدولي بغضو كمان هناك انقسام فيه الأمم المتحدة والأمين العام المتحدة وكثير من المحكمة الجنائية وكثير من المؤسسات تعتقد أن حتى استخدام إسرائيل لقضية حقها في الدفاع عن نفسها هذا حق مغلوط وانتقل من الدفاع عن النفس كما تدعي إسرائيل وأنها غير مستهدفة للسكان الفلسطينيين في قضاع غزة وهذا الحق استخدم حق ليراد به باطل كما تسمى هذا على رأس الأمم المتحدة وهيوم الرايتس وكثير منه وفي أيضا نفس المدرسة القانونية بايدن ونتنياهو يعتقد كونهم تم كما تقول الصحافة الإسرائيلية أنه زلزال الذي أصاب إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ولكن بالتفسير القانوني طبعا هذا يضاف إلى الموقف الشعبي الذي نلاحظ هناك بصراحة زلزال شعبي أنا عشت في أمريكا وعشت في بريطانيا كنا حينما تحدث للرأي العام الأوروبي وكان ننحط في الصخر في اتجاه قعدارة قضيتنا أنا أقول لك الآن بكل معنى الكلمة الرأي العام الدولي انقلب مئة بالمئة وأصبح ينظر إلى القضية الفلسطينية بعيون إنسانية بعيدا على الاعتبارات سنأتي على هذه النقاط بالكثير من تفصيل لكن وكأنك تريد القول بأن رأيا عالميا جماهريا أقصد بدأ يتشكل لصالح وقف هذه الحرب الملعونة نعم هناك رأي الرأي الرأي يعني نزول الشوارع في نيويورك في العز فيغاس في نيويورك في واشنطن في أوروبا المليونية اللي كانت في واشنطن أيضا نصف مليون في لندن هذا النزول إلى الشارع يعطيك مؤشر إن هناك شرخ كبير ما بين النخب السياسية ونتحدث عن ثلاث دول أو أربع دول ومن بين الجماهير الموجودة في الشوارع في فرنسا كانت هناك قمع وكان هناك اعتداء وكان هناك تهديد بالسجن لمجرد أن ترفع العالم الفلسطيني أو تنزل في مظاهرات وبالرغم من ذلك نزلت الجماهير بفرنسا وبريطانيا نفس الشيء الآن العامل الآخر أيضا الجالية اليهودية في ولاية المتحدة الأمريكية بدأت تصحو وبدأت ضميرها يصحو وبالتالي المظاهرات في محطات القطارات مجموعة جاي ستريت كثير من الجماعات اليهودية التي بدأت تتحدث أنه ما يحدث الآن على يد الإجرام وما يحدث عدد إسرائيل والماكنة العسكرية لا يمثل الصوت اليهودي الذي يدعو برضو بنفس الوقت إلى وقف هذا الاعتداءات ووقف هذه المجازات ما بلغ الحجم هذا الحراك دكتور في تقديرك هل تعتقد بأنه سيحظى بسعر صرف سياسي مقابل جدار التعنت في الموقف الإسرائيلي وهناك من يعتقد أن أمريكا بيدها يعني قرار وقف الحرب أو استمرارها حتى ربما الاتفاق على هدنة لقضية تبادل أو إدخال مواد تموينية أو إغاثة طبية أو إلى آخر أيضا يحتاج إلى أنه من يملك قرار الحسن في هذه المسألة هي الولايات المتحدة وليس إسرائيل لا شك إن الولايات المتحدة هي الأساس وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في وقف الحرب أقول لك بكل صراحة باستطاعتها أنها يعني بأمر بشكل مباشر إلى ناتنياهون سيتتوقف في الحرب ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لديها أرجندة واحدة هي إعطاء الوقت لإسرائيل لكما تقول إسرائيل القيام بالعمل التي تريد القيام فيه الوصول إلى قطاع غزة كما تدعي والقضاء على حركة حماس حتى هذا المطلب الآن أصبح مطلب فضفاض بالبداية كان صحق حركة حماس والقضاء على قطرة عسكرية الآن أصبح القضاء على القيادات حركة حماس والمقاومة وبالتالي هذا الفضفض في التصريحات يظن أن هناك في مشكلة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا غير راغبة لأن هناك مسارين مسار عسكري يزود إسرائيل بالسلاح ويزودها بالساتليتات والطائرات المسيرة من أجل كما تقول الولايات المتحدة البحث عن المخطوفين وبنفس الوقت تضغط بمنع وقف اطلاق النار خلال زيارته للضفة الغربية واللقاء وسيادة الرئيس أبو مازين كان واضح أنه لا نريد وقف اطلاق النار ليس هناك حاجة أيضا مع تركيا يريدوا إعطاء الوقت لإسرائيل الارتكاب أكثر باعتقادهم أن قتل أكبر عدد من المدنيين سيضغط على المقاومة في غزة ما المطلوب من الجميع ولا أدري ممن ما المطلوب وممن لتطوير هذا الحراك لجعله حراك بإمكانه أن ينتزع قرار من الحكومات الغربية من أمريكا وحلفائها قرار ملزم بوقف هذه الحرب يعني أعتقد في عندك المستوى الأول المستوى الشعبي يعني كل الشعوب العربية في الأردن في مصر نزلت إلى الشارع ولاحظنا في تونس في جاكرتا في ماليزيا في اندونيس الكل نزل إلى الشارع يعني لم أشهد أنا مظاهرات بهذا الكم الهائل نتحدث عن الجانب الإسلامي والعربي على الجانب الرسمي أعتقد أن هناك سد مني هناك رفض تماما من قبل القيادات العربية سواء مسيادة الرئيسة فمازمسير رئيسة مصر عبد الفتاح السيسي أيضا من جلالة الملك عبدالله في الأردن هناك موقف واضح لا مجال فيه لا المفاوضة لا قضية التهجير وهذا الحمد لله يعني سقط وفشل على أمام هذا الموقف العربي الموحد أنه أفشل قضية التهجير وإسرائيل أعتقد الآن يعني اقتنعت لا مجال للتهجير ليس فقط لأنه لأنه التهجير هو عمليا أيضا يمس بالأمن القومي للدول العربية طبعا ما ننملكون إحنا السوشال ميديا أعتقد التكنولوجيا أعطتنا دفعة كبيرة جدا بشكل مخيف جدا أعطيك بس بالأمثلة نتحدث عن 33 مليون تغريدة على السوشال ميديا خلال العشرة أيام الماضية نتحدث عن 35% منها باللغة الإنجليزية بالإضافة للغة الإسبانية نتحدث عن صوت اليوم وزيرة السياحة الإسبانية قالت لنتنياهو أنت مجرم حرب أيضا تركيا رئيس التركي قال له أنك يعني لا مجال للحديث معك هناك عزلة دولية وتواجه إسرائيل الآن وانقلب السحر على الساحر يعني قانت الفكرة الأساسية أنه نحن معنا الحق وإحنا تعرضنا للهولوكوست وتحضرنا إلى قضية الدواعش الآن الصورة اختلفت طيب يعني لن نقلل من شأن هذا الحراك كما قلت دكتور له أهمية وهذا فعل متدحرج يعني نحن لن ننتظر أن نجني ثماره اليوم لكن ربما بعد أسابيع أو أشهر قليلة سنبدأ بجني ثمار هذا الحراك لأنه في أوروبا على الأقل أنا أعتقد وكذلك في الدول العربية من شأن هذا الحراك أن يشكل عامل ضغط على القيادات السياسية التي بمقدورها أن تشكل عامل ضغط على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل بالتالي لكن قبل قليل أنت أشرت أيضا إلى تجاوزات إسرائيل للقانون الدولي طيب في هذا الخضم أي فارق شكل هذا الحراك لدى نتنياهو المتعنت المتمدرس خلف قراره وخلف هواجسه وخلف نوازعه وهو يواصل هذه الحرب حرب إبادة يا رجل بكل المقاييس وبكل المعاني أعتقد لاعبين الأساسيين اللي بيعطوا أو ما زالوا يعطوا إسرائيل رخصة القتل هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالدرجة الأولى وألمانيا وإذا سألتني ليش هذه الأسباب ممكن نتعود إلى ثلاث إلى أربع أسباب السبب الأول أنه قضية الضحية ما الآن إسرائيل تعتقد أن والدول الأوروبية بالدرجة الأولى والدول المتحدة الموجودون الآن في إسرائيل هم الناجين من الهولوكست وضحايا الهولوكست وضحايا المتزرة وبالتالي هم هربوا من أوروبا إلى مكان آمن فبالتالي المسؤولين الأوروبية نعتقد أن توفير الحماية والدعم العسكري والسياسي هو ضمن تكفير للذنب عن ما حدث في أوروبا هذا السبب الأول وبالتالي هذا الدعم بشكل غير مسبوق هذه سبب السبب الثاني قضية أن إسرائيل تعتبر من وجهة نظرهم يعني واحة ديمقراطية علمانية إلى حد ما في وسط الوطن العربي وبالتالي واحة للديمقراطية الغربية وبالتالي يجب المحافظة عليها إما لأسباب عقائدية أو أسباب ثقافية أو أسباب استراتيجية عسكرية أيضا السبب الآخر هو المصالح نتحدث عن أوروبا 14 مليار دولار حجم التجارة ما بين إسرائيل وما بين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يعتبر إسرائيل عضو لكن بدون عضوية طبعا بالإضافة لذلك أسباب لتعلاق بالثقافة الدين الإنجليين الجدود الموجودين بالولايات المتحدة الأمريكية يعتقدوا أنه لن يعود المسيح إلى المنطقة إلا إذا كانت إسرائيل قوية ومزدهرة تحدث عن 70 مليون إنجيدي يعتقدوا بهذا الموضوع فبالتالي دينية اقتصادية اجتماعية ولكن قضية الهولوكوست تلعب دور في هذا الموضوع وأنه نجحت إسرائيل في البداية كما قلنا باستغلالها ولكن عدد الضحايا والإجرام والقمع والقتل انقلبت الصورة يحق لك كما تقول بعض الصحافة الإسبانية يحق لك تدافع نفسك ولكن انتقلت الآن أنت لا تدافع أنت تبيت هذه حرب إبادة بكل معنى الكلمة طيب لا شك أنه الشرع الأوروبي بدأ يتحرك وكما تفضلت قبل قليل هناك تحرك أيضا على صعيد النخب النخب الافتقافية والسياسية الراضية ممثلين نشوف نجوم سينما وهؤلاء لهم تأثير السحر على الجماهير وخاصة في أوروبا بدأوا ينشطوا لصالح وقف هذه الحرب ولمناصرة الحق الفلسطيني هل تعتقد أن مستوى الحراك الشارع في الغرب وفي الدول العربية سيرقى لمستوى الإبادة التي تواصلها إسرائيل في غزة يعتقد هناك لم يصل إلى المستوى إلا في بعض الدول يعني بايدن تغيرت وجهة النظر وفرنسا تغيرت وجهة نظر وبدأ في توازن في الطرح أنه لا ننظر إلى قضية بقضية حرب لكن في بعض إنساني يعني العمالي اللي رفضوا يستماح للبواخر الأمريكية بالوصول أو حتى بتحميل السلط في إحدى المقابلات تقول إحنا بغض النظر حماس ولا فتح ولا إحنا ننظر إلى معيون إنسانية الضمير الإنساني إننا أشاهد هؤلاء أطفال بغض النظر أنسنت القطاع أنسنت الصراع الآن هذا شيء يعني يمكن أن يبنى عليه يمكن عليه في للأسف إحنا دفعنا ثمان عشر تالاف شهيد حتى نوصل للمرحلة من ثمان من ثمان أبنائنا وبناتنا وأطفالنا دمنا طبعا دمنا لكن هذا الحراكة كما قلت في البداية يمكن أن يستفاد منه شوف التصريحات الأمريكية التصريحات الأمريكية خلال عشرة أيام اختلفت تماما أنه نريد حل سياسي حل الدولتين على مدار من 2006 إلى الآن وكان هناك تهميش للقضية الفلسطينية ابنتانياهو كانت الدول الأوروبية تعتمد على قضية اللي هو إدارة الصراع وليس حل الصراع ما زال الفلسطينيين ساكتين خلينا ندير الصراع ولكن الآن اختلفت الأمور صارت الآن نريد حل صراع لهذا الصراع نريد حل دولتين وخيار حل الدولتين الآن يطرح بقوة على الطاولة ويطلب من القيادة الفلسطينية ويطلب من القيادة الإسرائيلية الموجودة أنه وضع تصورات جديدة ما الذي يقف خلف هذا الإفراط هذا الجنون في استخدام القوة الغاشمة في عدة أسباب السبب الأول وجود الدعم الدولي شوف نتانياهو مش شخص هو خبير بالسياسة ومحنك في قضية استغلال الفرص فرصة الآن هو ثلاث قضايا تنتظر في المحاكم وبالتالي ينتظر سجن هو يريد إماطة الحرب يريد أن تستمر وأنا صراحة يتسمح لي أن أكون شوي يريد حرب إقليمية وأنا باعتقادي هو يتمنى أن يدخل إلى حزب الله في الحرب يتمنى ويتمنى لأنه هي فرصة لأيلو نتانياهو يعني خلط الأوراق إطالة أماد الحرب حرب إقليمية استغلال الولايات المتحدة الأمريكية ودفع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية للاستضام مع إيران وحلافائها للقضاء عليهم وبالتالي هو مستفيد إطالة أماد الحرب وبالتالي أنا باعتقاده هو يدفع هذا الإجرام المستشفيات والقتل وعدم وضرب بالحائط كل المعايير الدولية وبرغم الانتقادات ولكن مصر لأنه لديه أجندة هو يريد بالدرجة الأولى جر المنطقة إلى حرب إقليمية النجاة الوحيد له على البعد الشخص إطالة أمد طبعا مزبوط أنا أود أن أشكرك جزيلا دكتور أمجاد أبو العزم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية أستاذ وقةد